موسيقى حتى الفراري جاك وش عم تدقى ولا شي كله نشاز يلعن جديد ما تطلب مني اكتر لو ما معرفة نالي بدي اعطيك يعطيك الف عافية مرسي يعني استمعنا هيك وقت رابطينا نالي بدي اعطيك الف مبروك وميتك جديدة حنين ماشاء الله اكتر من طبعا اكتر من مليون ونص شاهدوها خلال اسبوع وتقريبا اسبوعين بذلك مبروك جددناها منحب كتير ست واردة خبرينا وانا كمان بحبه اكتر منكن شو بدي خبركن حنيني من بين الاغاني اللي انا بحبه من قلبي وكنت ابكى لما اسمعها واحساس ست واردة الجزائرية بقلبي جوه حافر فكل اغانية بحبه وخاصة حنين الا هيك شي غير هيك عندي فطلع مش بس انا كمان احساسي بهالاغنية كبير وعالة تارت كل العالم اللي بيعرفوا الاغنية كمان من الاغاني المفضلة عندهم كانت حنين فبعتقد نقات صح باحساسي وشو طلعت للناس كان صح هدا شي سعيدة فيه اكيدة نحن لو موجودين داخل سيدي ووليد قبلين ونعرف في وراكي في شي عم بتحضر في تركات في هيك البصارة قالتلي في 12 اغنية ما بعرف بس ما قالتلي اسميهم ويني هالبصارة جبلنا ياه لا ما عنا بصارات انا بخبرك شو بدك قللي انا بسي فينا اللي عبتطبخ 12 اغنية بس ما حطت البهرات والاسماء خبرين انت خبرين الاغاني هيك متل ما قلتلك متل ما نقات حنين نقيتون شو الاغاني اللي انا بحب غنيه على المسرح او شو اللي اغاني اللي انا بحب اسمعها واللي دايما بسمعها هن الاغاني اللي انا حطيت صوت عليهم وليد قبلين يعني تعب معنا بي هيك اذا بدك بتكوين هول الاغاني لانه اهم شي تحافظ على الروح القديمة مع مع انهم هيك نكيهم اذا بدكوين اعطيهم روح جديدة اصر راينا الكل يعني كلهم على نفس الرأي لانه طبعا العمل ما بيكون رأي واحد شخص يعني بيكون ناس حدك اكيد بتحب الموسيقى واسات زي يعني اللي هنه اعطوني كمان رأيه انه اي ما يحظل محافظين على الروح القديمة ما نكون عم نجدد ونعم رامي كساية لاغاني هيك انطبعت بذكرتنا وبقلوبنا وبما سمعنا وهيدا اللي صار يعني للي كل سأل انه لا توزيع قديم هيدا جواب توزيع هيك لانه ما تفقد من نكهتها اذا بدك صورنا حنين على طريقة الفيديو كليب حنصور كمان الاثناشر اغنية كمان كليبات نالي الاثناشر اغنية كله بتنصوروا لا ممكن نعملوا فكرة اذا بدك من كل اغنية ممكن ممكن لحديثها لا الفكرة بعدها مش مش يعني واضحة قدامي قدامي شو معقول نعمل يعني فيونالاغانية بس اكيدة الالبوم راح يكون يعني بالصور العالم تسمعو كل يعني كله بس مش هلأ كتير قريب بركي عبويب الشتاء يعني بتكون هيكسر في ضفق اكتر وخرج انو نسمعولي الاغاني القديمة يعني مع انو انا بشيت عكس التيار هلأ يعني بعبويب الصيف نزلت حنين رجعت بقية الاغاني التي بنزلهم بالشتاء بركي هلأ بكون عندي ما بين صدور الالبوم وحنين يكون عندي اغنية الخاصة يعني اللي نحنا هلأ بعدنا عم نسمعها حتى يخرشي النقيب اينات النشو اي واحدة نعم انو بتحب اكيد بتمزكات السيدة ورد كمان بتحب السيدة صباح ممكن نشوفك كمان او بنسمعك باغنيات كمان عبد جدديون للشحرورة جددي ضمن الاغاني اغنية واحدة بس لست صباح بتعرف ما كثير بدي احرق شو هن الاغاني لانو يعني بعد في فترة صغيرة يعني طويلة صغيرة طويلة طويلة صغيرة مش معروفة شو هي الفترة بس انو في فترة فخليون الاغاني هيك العالم تسمعوا فار بمرة رح تكونوا رح تكونوا مبسوطين بس اكيدة لانو برجع بقالك الاغنية انا نقيتها هيك تشبهني يعني حتى حتى لما بكون عبنائي قديم بدي يكون احساسي كتير صادق فيهون يعني بنفس الموضوع ريما رحباني ذكرت انو ما بدل حدا يغني للسيدة فيروز شو تعليقنا لما ديسة كتير سألت هيدا السؤال ما عند علم شو صار يعني بسمعت هيك ترتش كلام يعني انو عن هيدا الموضوع لا تعليق انا بعتبر انو الفن اخلاق وزوق ومحبة وقلب كبير الفن لكل الناس وخاصة هيدول الاغاني ان احنا منحبهم نعشاء اذا حبينا نغني لست الراحلة ام كلصوم متل ما غنى الكبير جورج وصوف متل ما غنى والجسار حبيبة متل ما غنى فضل الشاكر كل غنى شيرين عم يعني غنيت كل حدا بيحب الاغاني يعني نحنا كلنا تربينا عخو الاغاني ليه ممنا نغنيون يعني ما حدا عم بيجلزموا لقلوة يعني بس انو فينا نغنيون يعني هيدا مسرحنا وهيدا هيدا ريبرتوارنا طول الفن الشرقي يعني ليش ليش منا يعني يكون في ايه ولأ وممنوعات وهيدا بعتقد لكل الناس هيدا الموسيقى لغة العالم ما بعتقد لازم تنحصر يعني بيه بيه ولأ بالنسبة الاغانيك الخاصة ممكن شوفك عم تكتبي وتلحن هيك دندم بين نفسك يطلع منها الاغنية كاملة لا ما بعتقد لأ مش ما عندي هيدا الهواية وما عندي هالموهبة مش وردي ابدا يعني هلأ ممكن تتلع اذا بدك تكمل جملة او فكرة وردي براسي اطرحها على الشاعر بس انا بآمن بيعطي خبزك للخبز لو اكل نصه لو عندي الموهبة كان يمكن بس بعرف مسيل بعرف صريخ بعرف عييت بعرف حب بعرف حس هول الكلام بعرف اعملون بعرف احكي احكي بمحب البدك يبعرف اعملون بس وديك لا عم نحكي عن الحب القلب عبدك هلأ ولا خبرين بطول بدي اخرب بيتك ولا بموت لا ابدك عاطفيا هيك لا ما في غيرام هلأ بتحس الغيرام بباعد شوية الانسان عن شغله لا لا شو هلحكي هذا الفاضي لا اكيد بالعكس لله غيرام بيقرب بيقربك من اي من اي حقيقة بالحياة يعني احساس رائع رائع يعني ما بعتقد في اروع من هيك بس اذا كان صح بالمطرح الصح مع الانسان صح يعني اكيد بس برعبول انه الانسان بس يكبر هيك وينضج اكتر بصير ينبش على باكتج حب باكتج صح لحتى يقدر يكفي بعلاقاته يعني والا بتقول انت اذا بتكون لحالك كمان مش غلط لحديث ما ترجع تلاقي الانسان المناسب لألك دي المسؤولي صارت علاقاتك كبيرة بانه عم نسمع بليخ حمدي عم نسمع مكلسوم عم نسمع يعني عم نسمع اسماء ماشاء الله كتير كبيرة قدي هيك الحمل عليك تقيل ان شاء الله بكون قدمتن بطريقة صح وماكن خزلت الناس اللي نطرتن منه يعني هيدا اللي سعيت وبعدنا اللي حديث هلا عم بسمع يعني بعد ما طلعت الالبوم لانه في قصص يمكن بعدنا بعدنا هلا كتعبله لواليد في شي عبالي عيده يمكن باركل احساس ما كان ريكي بصح بوقته يعني كل الفنانين هيك بيعملوا في مرات كثير من نعمل الالبومات اغاني ونرجع منشيل ومنكبه ومنجهز غيره فكيف هيك نوع من الاغاني يعني قبل ما يطلعوا مثل ما انا بدي 100% ما رح يطلعوا للناس ان شاء الله بكون هنتحس نظنون يعني فيهم لكل الناس اللي عم يحضرونا واللي عم يشوفونا هلا انا بحبهم اكتر ومحبتي لقالهم اكيد دائما بتترجم باعمالي محبتهم لقالي كل مرة عن مرة بفكر فيها 1% انه اتأخر بعمل بيجوا هني اول شي ببالي ادي ادي مصرين لعدم بعد عنهم وهيدا الشي بيخليك انك دايما تكون متواجد وتفكر وتكسر راسك شو ما قلت عمل الافضل ان شاء الله محبتهم هيدا بتضل يا رب كل العمر معي لانه هي الاساس وانا وصلت له بسببهم مرسي لقالهم كتير ومرسي لقلكم مرسي يلا ان بهرو معي خلاص على اول ابهار عملنا طب هلا بدي اعمل واحدة ايه طب وليد عساعدنا وليد هيدي كتبقية تكملتها هيدي لحظة لحظة هبلتنا دقيقة ها 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 برافو وليد برافو روح روح أنا دأيته